صح كل امرأة مسلمة نصيحة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تتأمل في هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأن تعمل جاهدة على مجانبتها والسلامة منها حتى تكون لها ماذا؟ نجاة وسلامة من النار اجتمع من الروايات التي في الحديث في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما قلنا له بما يا رسول الله أربعة أمور وكلها ثابتة الأمر الأول قال تكفرنا العشير تكفرنا العشير والمرادة بالعشير الزوج وجاء في بعض الأحاديث توضيح لذلك أنه يحسن إليها الدهر فإذا أخطأ أو قصر مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط تضعف المرأة عندما تكون لها حاجة ملحة في أمر معين تريد أن يوجد في بيتها فيأبى الزوج وقد يكون يا أبى لأن ما عنده قدرة الله يقول لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتى الله فيقول ما ما استطيع فتغضب وتنسى إحسانه السابق كله وتقول أنت بخيل وأنت ما تنفق وأنت تقتر على ولدك وأنت وأنت إلى آخرة تكفرنا العشير هذه واحدة الثانية تكثرنا اللعن تكثرنا اللعن وهذا موجود عند عدد من النساء المقصود باللعن سناطة اللسان وعدم حفظه في غيبة وفي نميمة وفي سخرية واستهزاء وغير ذلك ولهذا جاء في الأدب المفرد بسند ثابت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتنفق أموال طائلة في سبيل الله ولكنها قالوا تؤذي جيرانها بلسانها تؤذي جيرانها بلسانها فقال عليه الصلاة والسلام هي من أهل النار قوامة للليل صوامة للنهار وتنفق قال هي من أهل النار السبب تؤذي جيرانها بلسانها سليطة اللسان تتكلم في عراضي جيرانها ولا تبالي ثم ذكروا له امرأة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان ما ذكروا نوافق وتتصدق بأثوار يعني شيء قليل جدا ولا تؤذي أحدا قال هي من أهل الجنة قال هي من أهل الجنة إذن هذه مسألة خطيرة كثرة اللعن والسب والتسلط على الناس باللسان هذا أمر خطير مرة خطير جدا على المرأة الأمر الثاني تكثرنا الشكات في رواية الشكاية تكثرنا الشكات أو الشكاية يعني دائما تتشكى وتتسخط من هذا القبيل تكثرنا الشكات والأمر الثالث تسوثنا الخير الرابع تسوثنا الخير يعني أعمال الخير أعمال البر تؤجل وتؤجل وهكذا تؤخر تسوفنا الخير هذه أمور أربعة اجتمعت من الروايات روايات هذا الحديث وكلها ثابتة نعم